مرحبا متابعينا انا اقصاية تغذية دانا بردقجي فاعوري اليوم رح نحكي عن تسمين الرضع بعمر شهرين طبعا اكيد احنا بنعرف ان كل الاتجاهات التغذوية هلأ صارت لبدء الاكل الطبيعي او الاكل الصلب للرضع من سن 6 شهور قبل هاي الفترة يعتمد الرضيع على حليب الام او الحليب الصناعي بشكل كتير كبير بعض الامهات ممكن من خلال مراجعتها للطبيب تكتشف انه وزن الطفل عندها اقل من الطبيعي ولكن طبعا هذا مش بالضرورة انه يخلينا نضيف اي نوع من الوجبات او انواع من الغذاء على اختلاف انواعها للحليب قبل عمر 6 شهور قد نغير نوع الحليب او يتم اضافة الحليب الصناعي الى حليب الام في حال وجود نقص في وزن الطفل او كان في وجود اي لا سمح الله مرض او نقص بانواع الفيتامينات او المعادن فالدكتور هو بحدد هذا الموضوع وانما عن طريق الاكل ممنوع اضافة اي نوع من الاكل قبل عمر 6 شهور لمتابعة الاطفال الرضع ومعرفة طبيعة اكلهم المفروض انتابع اخصائي تغذية حتى يستشيروا ونعرف منه المعلومات الصحيحة والدقيقة اشتركوا في القناة